موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين في موسم جديد في فضفضة مع روبير انبسطت معاكم وأرجو أنكم تكونوا انبسطتوا في الموسم اللي فات الموسم دوت زي ما نهناه بموسم قوي كان معانا المهندس العالمي الفرعون العنيد جهاد زكريا بناء على طلبكم ناس كتير اتكلموا وإحنا كنا متفقين بس أصروا أن الحلقة الأولى نبدأها مع المهندس العالمي اللي صدر أول مكينة لألمانيا من 13 سنة في 2007 ضيفي وضيفكم النهاردة الفرعون العنيد المهندس العالمي بس هيكلمنا في حاجات كتير حاجات جديدة طاقة إيجابية لي وليكم وهنسمعها مع بعض وقبل ما أبدأ بشكر إدارة القناة عاملة حاجات مختلفة ومخصوص لبرنامج فاتفضة بنشكركم على الهواء وبشكر تاني مهندس زكريا جهات زكريا إنه معانا ومساء الخير مساء نور نورتني وكالعادة يعني أنا النهاردة أنا كنت عايزة أفتح القناة والبرنامج والتكر على الله إنت هتبدأ عايزين نسمعك عايزين نسمع إنت قيل لنا حاجة غريبة قوي مصر دولة عظمة بسواعد أبنائها عنوان يخض عنوان كبير عنوان عظيم نبدأ منين في خلال ساعة أو أقل مصر دولة عظمة اديني النقط والموكروفون معاك تفضل يا باشا هو يعني إحنا يا فعلا مصر دولة عظمة تاريخنا بيقول كده والحاضر بيقول كده الفكرة إن التقييم للعظمة هو بمقياس حطه بشر تمام ف انت مصر دولة عظمة بس في إيه هل في الكل هل في الحتة دي بس هل في في مجموعة من المجالات لا إحنا عندنا مجالات كتيرة جدا وكل مجال فيه كوادر عظيمة لو قدرنا ننتقيها ونعملها ركائز مظبوط هنبنى عليها فعلا مصر تبقى دولة من دول العالم الأول على الرجل مش بحب التعبيرات دي لأن العالم أول وعالم تاني وعالم تالت ده تصنيف صنفه البشر يعني إحنا عندنا الركائز لنقدر نخلي مصر دولة عظمة بمسمياتهم بتبقى عالم أول أو طبعا طيب نبدأ ب مكينة المجفف اللي حضرتك اخترعتها وصدرتها ل13 دولة ونخش فيها إزاي نعمل مصر دولة عظمة بص هو طبعا أنا عايز أعدل كلمة اخترعتها لأندي كلمة كبيرة أقوة عليها تمام يا فرحي الفكرة كلها أن نقولنا النظريات سابتة والتطبيقات بتختلف تمام يا فرحي بمعنى أنت راجل كنت شغال في مصنع فني سيانة تمام أو مسئول سيانة تمام فات عملت مع معده بتجفف مثلا الخشب فأنا كراجل مفترض عندي عنصر الإبداع أو بحب شغلي أو بحب مجالي إزاي بقى أنا أتعلم من الآلة دي النظرية بتاعت التكفيف وابتدأ أطبقها في مجالات كتير بمعنى أنا شفت مكنة بتيجي من برة غالية جدا مكلفة جدا اللي تعامل معها محتاج نوع من المهارات الفنية للتعامل مع الآلة دي تمام فأنت أخدت ده وفكرت تصنع المكان دي في مصر معاكش فلوس اشتغلت حوشت بقى عندك هدف صنعت الآلة طب الآلة دي هتشتغل في مصر هنا مبدئيا أنت عايش تصنعها للبلد دي علشان الموعدة دي هتعمل قيمة مضافة على صناعة تقدر تبتدي تصدر المنتج بتاعك وتقدر تحسن منتجك عشان يبقى جريد وان مثلا اللي هو يضاهي الدولة العظمى اللي بتصنع المجال ده طيب الشعب بتاعي أو المجتمع في الصناعة دي ليه طاية المعين وليه ثقافة معينة عايز تتعامل معها الآلة جاية بتتعامل لازم شغالها مهندس طب الآلة دي هتما ينفعش شغالها فني لأ طب الآلة دي ما ينفعش شغالها النجار البسيط العلامه محدود ده كان الهدف قدرنا نعمل الآلة دي بشكل مبسط جدا لأي حد يعرف تتعامل معاه كانين عملنا ويندوز جديد يتناسب مع الشعب بتاعنا عملنا الآلة دي وصنعتها وباعت منها في مصر كتير وفكرت بقى ان انا ازاي اخذوا الاسواق العالمية وبدأت اشترك في معارض دولية وبدأت اعرض اول آلة مصرية في المعارض الدولية معارض هانوفر طلعنا الحمد لله بيها طلعنا معارض اكس ال اكس بو في الفيرا ميلانو طلعنا تركيا طلعنا معارض دولية عظيمة من 2004 لحد 2010 بمناسبة المعارض الدولية سمعت من حضرتك انك اتحاربت قوي في المعارض احب نبزة بسرعة كده لا انا اتهدت ان انا ابطر الشغل ده وما جيش للبلد دي تاني وما عارضش منتجي تاني اما هتقتل نصر او ده حصل او ده حصل او ده فعليا حصل سنة 2008 اتهدت اتهدت انك ما تجيش ايوه ولكن عندك او عندي ما خفتش ما خفتش لا خالص بتخاف من ربنا بس او طبعا احنا بنحب ربنا اتهدت ازاي اتهدت انت الالة ديت احنا نصنعناها واحنا اللي ابدعناها احنا مين اللي هما اعداء ان اي دولة تاني تطلع غيرهم اه انت مش مسموح لك انت تجبر مش مسموح لك مش مسموح لك انت تجبر اه لكن انت عانت اه طبعا وكبرت تمام اه الحمد لله صدرت المكانات لكم دولة انا صدرت ممكن اقولك هنجيب من اول اسبانيا فرنسا تمام وكل دولة من دولة صدرت لها بدل الماكينة تلاتة او اربعة اسبانيا فرنسا ايطاليا المانيا دنمارك واللعلم الدنمارك عايز اقف عندها انا صدرت معدة الشركة في الدنمارك المعدة دي راحت الدنمارك ورجعت اتبعت في مصر هنا على انها مكينة اوروبية والمكينة دي موجودة في احد المصانع ومكتوب عليها الصناعة واني حاطت البراند بتاعي في جزء معين عشان ان كنتم متوقعين اذا هيحصل يعني انا صناعت معدة في مصر راحت الدنمارك ورجعت من الدنمارك موجودة في اسكنديريا في احد المصانع لكن عقدة الخواجة هي الخارجة من دنمارك معلش تقريبا انت لما صدرتها هناك كانت بكام ورجعت لنا بكام انا لما صدرتها كانت مثلا ب20 ألف يورو تمام تمام اما دخلت مصر هنا دخلت ب120 ألف يورو يعني انا احنا النهاردة انا مش هكلم كتير بس انا عايز فعلا الناس اللي قولي الامر اللي بيشوفونا الكلام دوت هنغربله وهناخد منه الكلام تاني وهنقوله في حلقة قادمة صدرت البرازيل صدرت البرازيل صدرت تركيا ده كل ده في المجفف اه ما كانت التكفيف ما كانت التكفيف اه اللي هي قدامنا دلوقتي احنا هنا في عندنا عينات من شغل حضرتك ده قدامي على التابل اه ده اه عبارة عن ايه دولة يعني الشرحوم ده بقدونس مجفف كرافس مجفف شبك مجفف تفاح مجفف منجا مجففة جنزبيل مجفف طب المنتجات دي كلها اه بنستوردها مجففة اه احنا لقى زرعينها هنا اه ومجففينها هنا زرعينها هنا يعني ديه زراعتي وتكفيفي زراعتك وتكفيفك اه ان انا بزرع المنتج اللي هجاف فيه ياه ايوا ايه يا اخي ده ايوا ولا امتلك فدان واحد ده دي لسه هنتكلم فيها كمان شوية اصبر علي اصبر عشان انت حدوتا لوحدك اتفضل اه طيب البقدونس يعني البقدونس ده كانوا قالولي ايه لما تيجي تخس عشان انا بقلص شوية اه كل بقدونس ومش عارف ايه وحاجات كده انا شايف برطمان البقدونس تقريبا كم جرام يا باشموندس ده حوالي ستين جرام اه انا لما بجيب البقدونس احطه في التلاجة اللي مكلش تاني يوم هيدبل واضطر اجيبه تاني بزرع طن البقدونس طن البقدونس اما نيجي نجففه يطلع لي كم كيلو من أربعين لستين كيلو تخيل طن بقدونس ألف كيلو اه اما ايجي اجففه يطلع لأربعين ستين اه بس هل الفيتامين او المادة الغذائية بتاعته اه ده راحت ايه ايه انا شايفه انا اه حضاك باين واضح طبعا انا لما شفته اصريت ان انا جيبه معايا مفيش تغير في الفيتامين تمام مفيش تطاير في الزيوت الطيارة تمام لان طريقة التكفيف هي اللي تفرق طريقة التكفيف طبعا يعني هي مش حكاية مكنة احنا عاملينها ويتجفف وخلاص كونست اه يعني احنا لما بنيجي مثلا في البيت اللي في البيت عايزين بيجففه شوية نعناع نغسله وننشره النعناع ده حكاية الوحدة النعناع حكاية طبعا طبعا تحكيها لنا بسرعة لا نعناع ده من يعني زيت النعناع ده من اعظم الزيوت اللي يعني واثمن واغلاها في مجال الطب ومجال الغذاء يعني معلش احنا ما نروح نجيب احد انواع الشوكولاتة الانجليز المشهورة هي اساسها ان هي معمولة بالنعناع بزيت النعناع هو مهرته ان هو اشتغل بزيت النعناع الحر اللي هو الغالي قوي اللي هو صعب قوي انه تستخلصه والحمد لله احنا استخلصه في مصر هنا طيب انا دلوقتي على حد عقلي الضعيف انت التكفيف هتتستخلص زيوت ولا دي ما كانت تانية لا المدرسة واحدة المدرسة واحدة طبعا يعني انت مدرسة الحراريات اللي هو سيرمو ديناميك انا ما بجيب والله يعلمني الحتة دي عالم كبير على المستوى العالم معروف ممكن اقول اسم يا ريت اكثر دكتور كريم علاف بروفيسور كريم علاف ده يعتبر حاليا نائب رئيس نائب رئيس جامعة لاروشيل في فرنسا الرجل ده اخد مني من مصر هنا اكتر من اربع معدات في المعامل بتاعة الجامعة ياه وقال لي نصا يا جهاد احنا لو عندنا منك اتنين احنا كنا هنعمل حاجة قلتوله بس انا شايف نفسي ان موضوع جاي معايا بتاحت انت متواضع اوي ولا والله مش كده انا فعلا بحس ان انا بعمله دي حاجة بسيطة بالنسبات انا مش حاس ان انا يعني غير الناس هي ابن عندي ربنا مش في حد تكلمني في الحالة اللي فاتت معلش بسرعة بس عشان من توش احنا خليك فاكر احنا وصلنا لفيد قال لي هو الراجل ده عايز ارشح نفسه في مجلس الشعب قلتله ابل ولا فيد مجلس ده فيد مجلس رشح نفسه في مجلس الشعب انا انا ما اعتقدش ان انا عندي الملكات ان انا ابا في حتة زي كده خالص اه انا راجل بتاع صناعه بحب الشغل وبستمتع بيه وننصح الساعة 2 بليه اخش المعمل بتاعي اعمل شوية شغله وكده اه طيب معلش اه هنا في منجة اه اه ايه قصة المنجة دي الغرض احنا المنجة عمرها قصير عندنا ايوة تمام شهر ونص تادي شهر ونص اه واحنا كلنا بنحب المنجة اه والحلوانية مقدارش عمله تورتات ولا جاتوات من غير المنجة اه احنا المنجة من جفيفة احنا مشي منها الماية بس تفضل لدنا لدنا تقدر تكلها اه يعني كيلو المنجة هيصفي معاك حوالي 120 جرام اه انا كلتها في الصين اه لدي موجود عندنا دي محل احنا عندنا ما شاء الله مصر اه السنة دي معروفة بقى عندنا انواع لا تعد ولا تحصل من المنجة حضرتك من اجود انواع المنجة في العالم حاليا اه اه ده معروف احنا هنتتطرق في مرة تانية ان حضرتك بقيت بتعمل دوت فعلا في مصر اه اه يعني ده منتجك منتجي ايوة اه مش ما كان اعملها لحد بتاع لا 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 منتجي يعني شوية المنجة دولة لما نيجي نحطهم في مياه يطلع اه فريش تقريبا فريش اللي في البرطمان التاني ايه تفاح مجفف ده تفاح اخضر تفاح اخضر تفاح اخضر ده للناس بص انت النهاردة عايز في مكتبك اه او في شغلك اه وعاوز تاخد وجبة مفيدة تمام انا مش همسك من جايق كلها اي لكن قدر طلع سليس صغير كده اكله عارف بتفكرني واحنا صغيرين كان بي لما كان حدي بيبقى طالع الفضاء كان يقولك معاه الاكل يعني ده بتاع زمان ده اقدم وسيلة حفظة في العالم على وجه الكرة ارضيها وسيلة الحفظة بالتكفيف لما كانوا ينشروا اللحم على خيام اه حتى ما زالت في البدو والعرب بيجيبوا اللحم ايفرشوه على الخيام ويجففوه اللحم مقدد اه ياريت اني نزل صور المصانع والشغل بتاع البش مهندس كلمني على انشاء المصانع لحضرتك بتبقى متولي مسئوليتها من ايتو زد يعني ايه انا معلش برضا انا بوضح للمشاهد ان احنا انا في دماغي من المرة اللي فاتت والمهندس بيعمل مكينة مجفف واختراعها او طورها وبيصدرها وشكرا وزيل فل قالك لا ده انا بعمل حاجات ومكان للأسمدة وباخد المصنع من ايتو زد من الارض وبنيه لدرجة بيأسس فيه كهربا ومية كأنه بيبني وبيعمل المكان جواه ده صح كده انا فاهم ده اه مزبوط كده معادة الأعمال المدنية يعني من الأعمال المدنية اللي هو الخرصانات والطوب انا بشتغل والمعدات والكهربا والمية انا بسلمك تيرنيكي المصنع شغال بالكونسبت اللي انت عايز تطلعه بمعنى انا مصنع بص كل صناعة الاسمدة اهم مرحلة فيها مش التحضير اه التحضير بص دي مشكلة بتقابل الكيميائين كلهم اه انا اعمل المنتج قدامي اه هو منتج كيميائي بس هو غير صالح للتداول تمام فانت عشان تحوله من صورة كمركب محلول للحالة قبل للتداول انت محتاج تجففه تحوله لمنزوع الماء تمام رؤوات دي للفلاح في الشكرة بتاعته يديره مياه رجع تاني يتناسب تمام ده شغلية فاصبح التكفيف في مجال الاسمدة فاصناعة الاسمدة الكيميائي بيعمل المعدلات بتاعته احنا بنعمل المعدلات من اول اه الشغل لحد التكفيف انا اسف معلش هرجع تاني عشان فيه حد اه علواطس طالب ان هنا المنتجات بتاعت حضرتك الجميلة ديت اه حضرتك عارفتنا كده بتستخلص زيوت اه الزيوت دي بتصدرها فين او انهي دي ولا اللي اعزينها لحضاري بص انا لسه ما صدرت الزيوت اه انا بصنع زيوت محلية بتصنع زيوت محلية يشغالين انا ابني كده عامله زي ماركت صغير كده اه بيبيع فيه حاجات من ده لناس معينة بتقدر قيمة ده بياخدوا بعض الاطبائي بيشتغلوا بيبيع في الكوزماتيك بعض الناس بياخدوه يضفوه في الاكل بتاعهم لانه هو يضاف هو يعني معلش اصلا البقدون ازاي انا عشان عايز اخس شوية برضو اعمل عقدة نفسية البرطمان بتاع البقدون ازاي لو انا اهاقد منه كل يوم معلقة ده يقعد معي ايه مثلا او ااخد معلقة ولا نص معلقة ولا رب البرطمان ده مداش تخلصه في يوم مش يوم انا بيكونش في يوم انا اصد يقعد معي كم يوم ولا كم شهر انا معرفش على استخدام الطبيعي الستين جرام دولي كفوق شهر البرطمان ده يبقى مش محتاج ان انا اشتري ستة كيلو بقدونس ستة كيلو بقدونس يا خبرة بيضة طيب اه الفل والياسمين اه مشهورة مصر بيه اه وحضرارك بتستخلصها لا هنا بقى ده ده اكستراكشن ده مش شغلي لكن انا عملت محطة في حتة سمازع فرانا في طنطا دي تبع جامعة لاروشيل عملها في ارض كبيرة جدا لزراعة الياسمين الياسمين احنا معروف في مصر احنا تصدروا عجينة ايوة تمام ايوة بس العجينة بيبقى بينقصها نتيجة الوصول بالهكسانة والحاجة دي بيتشال منها بعض العناصر والفيتامينز و بعض الزيوت ما بتبقاش موجودة فجامعة لاروشيل عملت اختراع ان هو ازاي يتعامل مع الزهرة ويصدرها زي كما هي ظهرة ورجعها ظهرة في رش تاني هناك وانا اللي عملت الموضوع ده كله بالكامل في مصر بقى ليه محطة هنا وعملت له محطة في لاروشيل اخذ الزهور نجففها تمام ونصدرها ظهور زي ما هي وتعامل معاملة تانية هناك يرجعوها ظهرة طبيعية تاني عشان يستخلصوا عنصر معين وهنا بقى العظمة وهنا الدول بتبقى عظيمة ان انت كل ما تنظر جوه الحاجة هتطلع منها الحاجات الدقيقة اللي هي زات قيمة سمينة كل ما خفى وزنه وساكله جامعة لاروشيل في فرنسا جاية تعمل مصنع عندنا في طنطة وانت اللي عمل الماكنة بتاعته اه الحمد لله ايه يا اخي ده طب احنا ما عندناش حد عبقري يعمل الاختراع دوت ويستغل حضرتك وينفيد الدولة عشان تبقى دولة عظمة احنا بنخاف من المغامرة طب هم بنخاف سلم لا بس منخاف سلم بص بص الموظف ما بتفقرش بس ما بتغناش الموظف ما بتفقرش بس ما بتغناش اه خلاص لكن المبتكر خلاص هو التقوقع بقى في حتة معينة عايش اه يأكل ويشرب عشان يعيش لكن لو ينوروا باللذات كله مغامرا ايه وينوروا بالحصرات كل جميع وحضرتك قلت وإحنا جايين خرنة خرنة لازم يبقى لينا خرنة لازم يبقى لينا اه مينفعش يبقى الغرنة خرنة لينا خرنة ميبقاش الغرنة خرنة ميبقاش الغرنة اه المرة اللي فاتت قلتلي ماذا لو ماذا لو المرة دي خرنة ميبقاش لغيرنا يعني اقولك على حاجة اه موضوع الباديونيس دي مسلا عزك ارجع له كده اه اه لا ده انا بحيب الباديونيس انا ما جيت افكر ان انا ازرع اه انا مش انا حتى الحمد لله معلياش جنيل البنك ما باخدش قروض ان شاء الله دايدا بشتغل احنا احنا كلنا فلوس اه بس لو حطينا كدفنا في كدف بعض انا عندي مثلا في المصنع بجيب عمالة اشتغلها مثلا باليومي تمام اغلبهم فلاحين من قرى بسيطة وكده تعايا احمد تعايا ايمن تعايا فلان انا عاوز ازرع باديونيس تزرع لي اه بس والله يا بشوان طب بص انا هأجر منك الارض الارض بتأجر بكان باكس اه فضل الاكس اهو بس ازرع الارض انت بيبسط جد يعني انت اخدت منه الارض ايجار ايجار وديتني الاكس اه خدها بقى الارض اه خليتنا انا اللي ازرعها ازرعها وخد جزء كمان فطبعا بقى هو سعيد جدا بدا لان ارضه تحت ايده ايوة ونفيجي قزمة الثقة اللي موجودة بنا وبن بعض في المجتمع الوقتي هو متطمن على ارضه عارف هيعمل فيها ايه فهيبدع في المرحلة الجاية بدأ زميله غير طب عندي ارض بشوانس طب انا عندي طب انا عندي لقيت بقى فيه قرية بتزرعها اللي بقى دونس اه انا ما عمدش حاجة انا تملكتش حاجة يعني انت بفكرة حضرتك بقى عندك افدنة ايه يعطي مش ملك مش ملكك اه بس محصولها او خيرها اه بتديروا حضرتك بتماغك الملك الحقيقي اه هو ما يفيد الانسان من غزاؤه هو ده الملك الحقيقي الملك الحقيقي هو ما يفيد الارض عمرها مه ملك الارض مش ملك ولا الفلوس انا ديني خايز نقدي كده خش فيه وقفيله علي اه وجعت هتشبعني هموت جنب الفلوس هتموت جنب الفلوس اذا الاساس هو ان انا هتموت وهتعفد جنب الفلوس هتحول سماد هتتحول سماد هيجيلك في مكنة اه لها بتعندك مكنة اسميدة اه طبع برضو بتعمل ايه مكنة الاسميدة دي لا انا بصنع مكنة الاسميدة لمصانع الاسميدة بتصنع اه اسميت انك بتاخده بودر بص هو انا الاسميدة انواع الاسميدة اللي هي الارجانيك اه والاسميدة كيمة هوية تمام انا بشتغل على الاتنين اه اخدت بالك الفكرة ان انت بتحول منتج من صورة لصورة ايه دي فيزي وده شغلي ايه انا يعني ربنا كلمني بالموابة دي تمام يا فلوس تمام بس فيعني اقول لك على حاجة اه احنا من ضمن الحاجات اللي انا بكونت بتكلم معها في الاولاد البوسطاء اه انا بعتبرهم بوسطاء بس هموا عظماء اه اللي ساعدوني في زراعة الارض ايه احنا ممكن المحصول ما يجبش كتير فدايما احنا بنركز ان عايزين المحصول يبقى كبير اه طب ان دي مش مضمون وارد ان يحصل كوارث اه الاهم ازاي تحول الكارثة ايه لمكسب ايه دي مهمة جدا احنا مش مفكر كده احنا الارض اللي ما جابتش نعتبر نفسنا خسرنا طب انا اسف معانا مكلمة استأذن حفظتك نسمعها مع بعض الو الو مساء الخير مساء الخير مساء الخير مين معاي اه انا محمد جهاد ابن البشموندس جهاد انا عادي بس اربيع الصوت اه ازاكى محمد ايه الله الحمد لله حلو المعلم اه انا كنت بس عايز اواجه رسالة لبابا البشموندس جهاد اه اتشرف بابا معاك بابا نستر اه انا بجد فخور ان اسمي قبل وجهات زكريا انت بجد فخور لنا كلنا انا كنت حابب بحكي موقف حصل معاك كده مع بابا لوين فعلم سالروبيريا ياريت يا فندم ياريت اتشرف اه عشان راسبت قديه هو انسان حكيم وانسان حنائي جدا اه يوم عيد ميلادي كان يوم واحد وعشر عشر اللي فات كل سنة وانت طيب وانت طيب كان عندك كم سنة اه تميت واحد وعشرين سنة تمام اه والدي وجهت رسالة في منطقة الحكمة قال لي النهاردة انت تميت واحد وعشرين سنة ايوه انا في نفس اليوم ده وانا قدتك كنت منتظر وفرر الصبر اخذ معاش والدي سبعمائة جنيه عشان ابدأ بيه مشروعي ابدأ بيه حياتي وانت في نفس اليوم ده انا ستلك الحاجات اللي تبدأ بيها ستلك شركات وانت ستلك حاجات تبدأ بيها انا عايزك يا ابني قبل ما تقبل على اي خطوة تفكر كويس انا والدي عمل لي ايه وانا عملت لك ايه ويا رب تكون قدها وتكون تحافظ تكون تقدر تحافظ عليها وتكبرها وجد نيابة عن كل اخواتي انا عايز اشكرك وضعي لك اننا عمراء هنخيب لك امل ابدا وعايز اقول لك ادي انت كفكت في حياتك وانا ان شاء الله هنبقى ادهى ونبدأ عنك كل التعب ربنا يخلي لك بابا وبابا اسطورة وبابا قدوة لنا كلنا يعني انا اولكم واتشرف وانا عايز اقول حاجة على هوا انا كشخصيا انا كان فيه شغل خاص من قيمة اسبوعين اثناء توقف البرنامج انا كان عندي باور بسبب الحلقة بتاعة البشمهندس العالمي جهات زكريا انت اب اسطورة وفخر ويعني نتشرف ان احنا بنحاول نتعلم نبقى زيك احركتين نخلي بالك يعني بجد والله يعني ما كنتش متوقع للمكالمة اصلا وهو محمد يعني انا يعني محمد ابنك كبير طبعا بص هقول لك على حاجة انت صوتك تغير لا هو انا بص اصلا ليه يعني انا موضوع اولادي ده يعني انت معرفش انت ده موضوع حساس شوية بالنسبة لي ايه انا كنت بقول لنفسي دايما انا يا رب لو مش اخلف اولاد يكون لها دور فعال في المجتمع انا مش عايز اعيش ولا عاوز اولاد يعني بتطلب من ربنا يعني انا بص يكون ولادك لهم دور في المجتمع بص هلو بير اتفضل انا والدي توفى وانا عندي نشر سنة وكنت انا مسؤول عن اسر ايه ايه بص محمد خليك معنا ما تقفلش انا معكم اه الفكرة انت اه اه لازم لك رسالة ايه انا اه يعني مش عايز ابني يضر المجتمع يعني انا هدف المجتمع مش هدف ابني لان احنا بصوا يا جماعة احنا احنا جايين دنيا صغيرة قد كده اه وصيبينها وماشيين التاريخ ما بذكر لكش اه يا فندم انا كنت عندي بنت بتشتغل معايا في ايطاليا وانا في المعارض كنت بتيجي معايا كل سنة البنت دي اسلها مصري طب واحنا بنتكلم احنا هنبص على فيه صور اه مصورها اه اه مفاجأة كده اتفرج عليها هستأذن حضرتك نبص عليها الصور معلش انا اسف طب ايه اه اه احكي موضوع البنت اللي في ايطاليا فالبنت دي بسألها اه بقول لها انت هي متجوزة اه ومتخلي فيش ليه قايتلي خلف ليه انا مش خلفش الوقت اخلف انا عندي 45 سنة قلت له بس انت وقيت اسموك القارة العجوز اه اسموك القارة العجوز قايتلي وانا مالي انا ليه بنفسي ايو دي مشكلة ايو ده ده انهيار مجتمعي ايوه المجتمعي معلش نبص كده من اللي بيمسك الكاميرا وبيصور دوت ده انا اتصورت ازاي ما عرفش اه ده احنا عندنا فريق اعداد قوي جدا خد بالا ده والله ما عرف مين اللي صورني معلش طب اه ده كنت بتعمل ايه في الصورة دي انا هنا كنت بتكلم مع احد الفنيين بسأله على حاجة معينة في المبنى اللي احنا عاملينه ده اه وهنا بصور احد محمد من اللي صور يلبش مهندس اه وانا اللي صورت الصور دي ده اه من غير ما ياخد باله اه انا فعلا لا ماخدش بالي والله اتا كنت بتصور الصورة دي كان ليه اه وانا كنت بصورها عشان اعرف كل الناس ان انت مش عشان انت وصلتوا بقيت انسان كويس او في مكانة كويسة ما تشتغلش بيدك او تنزل تتابع مشاريعك بيدك اه بتعايز اثبت للناس انه هو مش مهندس جهاز اه مش مجرد اسم على ورق لا هو فعليا بيشتغل بيده ودايما اول باول متابع شغله تمام ده ايه يا فندم الحديد ده ربنا يخليك خطأ كده معين انا بقول لهم ده ازاي يطلع ده كده اه فكنت يعني شادل عليهم شوية في الوقت ده اه انت صورتني وانا متنرفز يعني يا مفر طب مش مشكلة ما انت لازم تتنرفز عشان تطلع جودة انا عرفت كمان انا اقول لك على حاجة كونسبت كده معين في الشغل بتاعي اه تفضل يا فندم انا مثلا معايا ستين او خمشة ستين فن في الموقع ده مثلا اه هاتوا بقى الصور انا بمنع اه استخدام المتر نعم متخيل وما اللي يعني تمنع معي ما هو ده ازاي طيب وما نهيس ازاي بوسى يا فندم لما المتر يبقى كتير في ايداني الناس اه في حيود بين كل شخص والتاني اه ملي في ملي في ملي ديك في الاخر انحرافات كتيرة جدا ايوا طب ازاي فانت عشان تشتغل ايوا فانت من البيز من الاساس بتعمل الشغل كله بتقطعه CNC او كمبيوتر بحيث انه هو يبقى التدخل البشري في اقل حدوده يعني انا الناس يعني الفنيين يقولوا عمرنا احنا لازم نطلع بالمتر وناخد ونعمل لا ممنوع ممنوع المتر في الموقع اه طبعا ده شيء يدرس دي على سبيل المثالي محمد اه بسرعة تختم بايه تحب تقولي البابا في كلمة في دقيقة ثانية بسرعة اه انا حب اقول ان ربنا يخليك خينا وانت انسان عظيم جدا ويا رب يكون في منك في مصر اكتر من مئة واحد لان لو كل مصر بقت زيك مصر تبقى دولة تانية خط شكرا يا محمد ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله وشوفك احسن الناس اه باشا شكرا يا محمد اه مصر تبقى دولة عظمة ازاي بالناس اللي انت شايفة في الصورة دي بالناس اللي شايفة في الصورة دي بص برين واحد مخ واحد اه يقدر يشغل مليون ايد تمام بس يكون مخ قوي معنا صور ده اه احد التصمير الجملونت اللي احنا عملينا اه ده خط انتاج اسمي ده كامل انتاج مصر مية في المية ده انتاجنا برضو تمام تمام دي واحنا بنرفع الشغل بتاعنا احنا للعلم بنرفع الجملون ده في 48 ساعة 48 ساعة 48 ساعة الله يبارك لك بياخد معنا احنا بنبص المعلم بتاعي في دوميوات قال لي هالي مرة قال لي احسب ساعة ولا دخلت منشار احسب ساعة ولا دخلت منشار طب وضحها عشان في ناس يعني قبل ما تبتدي تقطع الشغل بتاعك قسم احسب ارسم حدد نقاطك اعرف خلاص يبقى دخلت دخلت صح يعني دخلت المنشار فيها تلف للوح اللي انت هتشتغل فيه بتاعي احسبها دمرت يعني تقعد تقعد ساعة تحسب ولا انكش تقعد تمسك المنشار وتقعد يقول يا رب تخش دخلت منشار بواست الدنيا فاكر الصورة الحلوة دي ده احد العمل بتوعي في تركيا دي كانت اول مكانة ياخدها ودي الصورة دي برضو ودي صورة في ألمانيا يا اخبا بست اولا بتقولي بنصدر لتركيا دي الصورة دي في ألمانيا برضو يا رب دايما اه ودي كان ابني الصغير ده 2012 احكيني صورة الجيش دي انظم اه ابني كان ايام ضرب بغزة واسرائيل بتاعمل اه ده كان من فترة كبيرة من فترة كبيرة بقى عند رعب من دولة اسمها اسرائيل لا انا بجي منفعش يخاف مينفعش انا كنت ساجن في دميات وقتها خدتهم في العربية وطلعت على رفح على المعبر ايو يعني الصورة دي في رفح لا اه نحكييييلك اه رحت رايح رفح اه وجبت زابط قلت له اه ابني خايف من ده قال له انت خايف من ايه يا ابني ايه دي احنا ما حاجة يقدر علينا ايه دي احنا شوية ستات من منطقة كده يجوا ما تخافش طمنت ابني ان احنا لنا جيش قوي وانا راجع نصحني ان انا عدى عن نقطة الحصينة ايوه دي نقطة نقطة الحصينة اللي احنا خدناها من خط برليم من خط برليم دمام يا فان دخلت ابني جوال طوله دي كانت بتاعتهم وإحنا اللي خدناها عشان لازم ازرع في ابني يعني ايه تتطمن ان انت عندك جيش قوي يا انت مخدتش بتزرع له علم بس والقيم انت بتدي له حب الوطن طبعا الانتماء طيب احنا يعني عشان وقتنا مصر احكيلي عن الصناعة والزراعة بص احنا المصر عشان تبقى دول عظم احنا عندنا تلات محاور محور الزراعة ومحور الصناعة تمام والمحور التالت السياحة ايوه وعندي تحفظ على السياحة كده هتكلم عنه كلمة صغيرة اسمح لي تمام اتفضل انا عارف انت بتاعة سياحة وكده اتفضل يا باس لا اتصرف ممكن كلم يزعالك بس لا لا اقول خلاص الزراعة والصناعة هم اللي بيقوموا الدول والسياح بيقوموا الدول تمام بس يتخيل انت جايلك السياحة بدفع 200 دولار في اليوم تمام المتين دولار دول بيفطر بيهم وسموك سلمون مستورد وبيفطر بيهم كافيار مستورد وبيفطر بيهم جبنا برمجان مستوردة ايوه تمام انت المستورد ده انت جابه بدولار فانت الدرار اللي خدت منه رجعته له تاني ده حقيقي طب ليه ما يبقاش يجبنا ببرمجان من عندي؟ ليه ما يبقاش الاسموك سلمون من عندي؟ تمام ليه ما يبقاش الفود اللي هو بيأكله السايح ده؟ من عندين؟ من عندنا هنا كده فعلاً يبقى احنا اه بنعمل دو العظمى لكن انا عملت وعملت وعملت وجبت سياحة وعمل استورد لهم من بره تمام؟ ليه بس اللي انا باخده منهم بيفضل حتة صغيرة طب ليه ما اخدش كل حتة كبيرة؟ ده بالنسبة للسياحة؟ طيب قبل ما نكلم صناعة وزراعة معنا تليفون عالسريع؟ ألو؟ ممكن نوطي التلفزيون من فضل حضرتك يا فندم؟ حضر يا فندم مين معايا؟ ياسر مصطفى اهلاً يا مستر ياسر اقمر الله يخليك يا فندم ايوة اي يا استاذ ياسر فضل انا معاك على الهوى يا فندم انا بشكر البرنامج وبشكر المهندس جهاد زكريا ايوة الشهير بالفرغان العنيد ايوة رجل الصناعة انت حضرتك تعرف البشمهندس جهاد ولا؟ لا عارفه شخصياً ده انا اشتغلت معاه استاذ ياسر مصطفى تمام عايز تقول ايه البشمهندس جهاد زكريا؟ حد من الاصطف عايز تقوله يا مستر ياسر رجل كدوة لنه ورجل اه في شغله ورجل جهاد ياسر ابو البنات يا ابو البنات يا ريس ازايك يا ياسر الله يرضى عليك ازايك عامل ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله احكي لنا على البشمهندس جهاد البشمهندس جهاد في شغله يا ريس اه يعني الصراعه كان اكتر الوقات كنا نروح اللي هو في الموقع يعني انت تروحت ليه سابعك في الموقع؟ كان اكتر الوقات نروح اللي هو في الموقع ازاي ما تعرفش ايه اما في شغله ايوه في شغله فهو راجل جاد الراجل يحب الواحد يبدع في شغله يعني الصراعه ايما يدله شغله احنا طبعا لحمينه بالرابين فريع عمله ايوه؟ لما يدى حد شغلانه يخليه ازاي يبدع فيه ويطلع منها حاجة حلوة اه فالبشمهندس جهاد بصراحة يعني راجل كدوة للشباب وممثل يعني حاجة حلوة للشباب احكي لي على موقف سريع مع المهندس جهاد مهندس جهد بالله صراحة بشغلانه اجينا فيها وافطة على الكهربية اه يعني بصراحه واافطة على الكهربية اقول له مهندس بعالي اديك انا واقف على الكهربية قال له اتوقف على الكهربية ايه؟ وأنا موجود هاتل مفاك فانا بصراحه امع اشتغربت ف risky فالما جيبت المفاك ووصه للكهربية ايه انا راجل بتاع الكهربية ووصل فعلا واشتغل هو انا مش عارف بتاع ايه وايه ده هو بتاع كل حاجة المهندس جهاد قايل بصراحة كل حاجة بيشتغل فيه حتى المجففات المجففات اللي سافر ألمانيا وفيه هنا نعمل في مصر بجفف بلح بساء المهند الجاد عليه اللي هو الطمر انت جففت الطمر كمان وحاولت البودر المهند الجاد نحلاش حاجة لما عمله مش قوي كده يا ياسر لا الشهادة لله بس هو ربنا يوفقه والله العظيم يعني بصراحة ياريت المهندسين كلها تتعلم زيه كده ياريت والمديرين اللي مسكين شغل ياريتهم يتعلموا زي المهند الجاد ياخدوا منه كيبوا كدوة ما احنا عايزين عايزين مصر كلها تبقى المهندس جاد والله انا نفسي المصر بحاله تبقى كدوة لشبابها يعني ازاي تخلي الشباب تبدأ في شغلهم بالظبط حتة بس عايزة بقولها شكرا يا استاذ ياسر شكرا لحضرتك كثير من اهم السمات يعني للنجاح ونحن نبقى دولة عظمة انا هقولك موقفين بسرعة كده عشان نعلموا لوقت الحلقة لعش عايزين نسمعك كلنا مبدعين نعاتي تبداع صغيرة وانت كمدير لأ بص للكاميرا بقى وانت كمدير بص للمشاهد تقدر تطلعها ازاي منه انا ما باجي اشتغل مع الناس انا شغال جنبهم باكل عيش جنبهم بحاول اطلع ابداعاتهم واخبالك ابداعاتهم اللي بتطلع دي هي في الاخر بينفتس دي حاجة بتضاف لي بس انا ما بيجي اللحام يشتغل بقوله ايه رأيك يا ياسر دي انا عايز اعملها كذا كذا تب اقولك فكر يا ياسر في الفكرة هو بطبيعته كفني الفنيين كلهم مبدعين لانه بيشعر من جواه انه بيعمل حاجة غير الناس فانت مهرتك تطلع منه الحتة دي فابداع صغير جنب ابداع صغير جنب ابداع صغير عملت ابداع كبير الابداع الكبير ده انت قننه بالشكل العلمي او بالشكل المزبوط وصلت العالمية ما عادش بينك ومن بره حاجة هي 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 اعظم الشركات في العالم للسيارات او للطيارات او للقالات الحربية ما هي مجموعة ابداعات ومجموعة صناعات صغيرة جمعوها مع بعض طلعهم ابداع كبير اتبنى عليه بقى ركيزة من ركاز الصناع اللي بنت عليها الدولة فاحنا عندنا مهارات ازان لمها ازان جمعها حابب الناس في الشغل حاول تاخد الناس وحسسهم ان هم لهم قيمة لا ده بص انا بيوصل بيا الموضوع ان انا ببقى نكرة جنبهم يا انت متواضع او يا اخي قسما بالله متواضع والله متواضع بدرجة بيخ ايه مهندس عندي ايه مهندس عندي والله والله بقول له انت نكرة جنب الفني ده بتكلم المهندس كيف مهندس عندي بقول لي انت النكرة جنبه اه انت مهندس على المكتب مش تطلع حاجة لكن الفني هو اللي ستطلع الفني هو الاساس فاحنا مصر مليانة مهارات كتيرة بس للاسف بص الفرق بين البص والا مش الديريكتور اللي هو المدير الا اه الهو اه تمام الفرق بين الاتنين البص بيجمع الاخبرات ويقول انا عملت التاني اه المدير التاني بيقول إحنا ويه؟ إحنا بالزبط إحنا هو من غير المجموعة ما يبقاش الفرد يعني ما فيش حاجة اسمها الفرد للوقت أسألك سؤال قبل بس عشان الوقت حضرتك اللي طلعي الأول على الوجه الأرض المهندس ولا الشخص العادي المهندس الأول ولا الشخص العادي هو العادي يفكر وبعد ما فكر عمل علم فالعلم جه بعد الاختراع وبعد الابتكار تمام وبعد كده طورنا فاكر لما كان فيه جهاد بتاع زمان مش زمان أول لما حصل فيه عطل وبتندت تقوم تاني فاكر سندوتش الطعمية أوه طب مش عارف دين فعنقوله على الهوى والله هنقول حتة منه بلاش كله نقول حتة منه خلاص بعد الناس مش كل الناس طبعا بيستغلهم الفنيين استغلال خاطئ تمام يقولك ده هو مش عارف امته استغله واخد منه ابداعاته بأقل بأكله من الآخر يعني ايو بأكله ايو والله العظيم ده بأكله ايو ايو انا فيه ناس شغلتني بأكلي اه تمام في يوم من الأيام يعني ياخدك ويمص دمك ويملك كرش هو شايفني ديش أطرار هو بيأصرك يأخد دمك وعشان انت مش عارف يا راجل ده انا ساعد امسك الراجل عندي المدير المال او كده اقوله يا ابني حول قيمتك لفلوس ما تاخدش انا اقولك الله ينور وسقفلك انت مش محتاج ده حول امكانياتك دية ان انت تعرف تباعها ازا اتسا عرف تسوي نفسك ايو عشان ما يتمصش دمك ايو صاحبي يقول انت كيف يتباوز الناس علينا اقوله لا انا مواعي وهو يكبر هيطلع يشتغل ايو ايو انا استفدت يا ربنا يخرف علي غيره الاصل الكلام انا اشتغلته وروحتي بمكان من الصلحية لحد شيخ زايد كان معي قرسين طعمية معيش فلوس قرسين طعمية والله العظيم كان معي فلوس سادق يعني وطلبت من العميل ده فلوس ان انا اروح مدنيش اه مع انك اتجي عمله عمله شغال بالخط الحد النهاردة بالخطوط اللي انا عملتها انا بص فيه ناس كويسة قوي دعمتني وفيه ناس تانية مصت دمك عشان هي تطلع بس ده صعود مؤقت مش هيستمر بتقول ايه للفلاحين اللي عندهم اراضي ومش مشغلينها وبيحاولوا يبوروها انا اه يعني معيش انا شفت بعناي اه ناس بتحط بعض الكيمويات في الاراضي اه علشان تتلفها على المدى الطويل عشان يبقى يعملها ما تنفعش عشان يبقى عشان يحاولها المباني ده انا شفته بعنايا يعني الريس عمل لنا مشروع المليون فدان ويخلي الجيش يشتغل عشان احنا ناكل والله الريس بيعمل الكلام ده او الدولة بتعمل الكلام ده هو مش مفروض انها تعمله اصلا احنا الدولة بتعمل ده عشان تنقذنا من الجوع لو حصلت اي ازمة لكن لو احنا بنزرع ارضنا لو الفلاح رجع لارضه تاني ولو السباك رجع لشغلته السباكة تاني ولو كل واحد رجع لصنع والبنى رجع لزنع لا البنى بيسيب البنى ويقول كابتوكتوك اللي مش عافي ما مينفعش نرجع كل واحد للصنعة بتاعتنا هنبني دولتنا هنبني دولتنا او نرجع لصنعتنا نبني دولتنا ايه رائح في المصنع اللي مقفولة دلوقت؟ سلم هالي وانا شغالها يا اخي يا عم انا بنت لو قلت لك من الوقت تجبت لك انا بص انا انا رأيي مش مطلوب مني اعمل مصانع جديدة المطلوب مني انا شغل الواقف شغل الواقف يعني في مصانع واقفة ومشغالة تروح تنم بس فيها مكت شغل ده شغل ده شغل ده متعسر مادية يا دعمه بص تقالك على معلومة كده اه تفضل المصنع عشان يقوم يوم واحد خلاص بقى فيه عقد ايو بس يدور هو يدور اه منتاش عايز خماتلي بص هنا بص في الكاميرا دي من فضل حضرتك يا جماعة شغاله كلم اعتبرنا كنت بتكلم اه الراس الكبيرة بتقول ايه يا سيادة الرئيس نشغل المصانع اللي وقفة اللي فيها معدات قبل للتشغيل النهاردة المصنع ده استسمار قائم محتاج يدوس على الزرار محتاج رو ماتيريال بدل ما البنك نيدي فلوس يا جماعة رو ماتيريال اليوم واحد تاني يوما هبيع هتدور هتمشي فيه مصانع كتيرة جدا وقفة كل معداتها بحالتها فيه مصانع اشتغلت سنة واحدة ووقفت نتيجة ان صاحبها خد فلوس وهرب المصانع دي لازم تدور مش نسيبها وقفة ونروح نشغل مصانع تانية احنا ما نقولش ما نفتحش مصانع بس ندور القديم البلد مليانة فنيين حببوا الناس في الشغل الناس هازم تنزل تشتغل فيه ياسر اللي بيكلمي ده ياسر ده مبدع في حتة صغيرة بس هو جزء ابداع نلمي الناس دي ونطلعها ونشتغل النهار ده لو مصنع واقف وانت قلت انا عايز ميت موظف الصبح انت هتوفر مرتب شهر وخمات يوم تاني يوم هتطلع انتاج وسوى الدولة تعمل ادارة تسويق كبيرة تسوى منتجاتنا قعدوا ناس تبيع لنا المنتج بتاعنا برا او تبيعهم حلي ده مش صعب الصعب هو المنتج مش تسويقه اعمل المنتج مظبوط وفيه ناس تعمل كفاءات تعمل المنتج مظبوط سوى قولنا المنتج بتاعنا والفلاح اللي بيزرع الفلاح النهار ده بقى بيخاف يزرع لانه هو بيخسر بس احنا انت هو مش هيخسر لو هو زرع وجات ورا صناعة معلش انا قلت اسأل حضاك سؤال انا اسف انا بس عايزك تهيد موضوع ان احنا الفلاح بيزرع وعنده مشكلة في انه الزرعة مش عارف يسوقها فانت شايف ده نعمله ايه ليه كدولة تقوله ايه بص يا فندم الوقت بص يا ربير معلش بقول يا فندم دي كتير بتيجي في السابق يا فندم انا اخوك ربير واتشرق نهاردة تجربة البقدونس والكرفس والنعنا اللي انا عملتها اندلت دلت علي يعني الراجل لو خد ايجاره اتبسط بالايجار هو مش ضامن ان الزرعة بتاعته هتجيب له القيمة الايجارية بتاعته صدقني الفلاح لو ضامن ان في عائد هجيله بقيمة تساوي قيمة الايجار اللي هي معتدلة جدا ومعروفة سعرها في السوق وكمان اديته الارض بتاعته يزرعها هيبقى سعيد جدا لو فيه مني الف واحد عمل كده مصر كلها هتزرع والفلاح يبقى بسطوط وهيرجع لارضه لكن هو طلب بره ارضه ليه لان هو حدوده بسيطة هو زرع بس مش عايف سواء المنتج ييجي التاجر ينزل ارض اصلا انا هاخد منك بقى المنتج يلا قبل ما تخسر يبيع والناس مشتغلين كتير لكن لو انت يعني الاساس الصناعة والزراعة مش التجارة يا فانتم التجارة هتجر في ايه من غير صناعة وزراعة بالضبط التجارة هتجر في ايه من غير صناعة وزراعة ممكن نستوري تشوية شغلة طب تستوري برا قفل عليك انت فين هنأكل بعد هنأكل بعد اه طبعا يعني الحل عشان نبقى دولة عظمة صناعة كويسة لزراعة زراعة كويسة ايوا يتبعها صناعة مبنية على المنتج اللي طالعي من الارض نمرة واحد نمرة اتنين صناعات التعدين اللي كتيرة جدا عنها في مصر اي انا شفت بعض العملة بيصدر بالتلاتين كونتينر في اليوم مادة خام وترجع لنا منتج ايه ده انا ايه ده يعني ليه نحن بنعمله هنا تحكي علي ايه لأ بيقول لي فاضل دقيقة وانا حاس نحن احنا لسه مبقرناش حاجة يعني انا يعني كلاني كلاني ده كل مرة عمل لي مشكلة مش عارف عمله ايه ليه كلاني ما اتباح بحها شوي كلم الرئيس عبدالحمد توفيق يزودها شوي شكرا ايوة كده اي الكبير دينا تلت دقايق طيب بايس رئيس محافظ بالله اي كمل كلامك اي انا كلمة بس عايزة وجهها للشباب والفنيين والرجال اعمال ايوة بص بقى الكاميرا بقى انت حفاظ اي يا ريت اي زي ما احنا بنكسب كرجال اعمال نكسب الفن اللي معانا ونحسسه ان هو كل يوم بتحسن كل ما يبدع هيلاء قيمة بلاش المرتب السابت اللي مربوط اللي هو بيجي يقعد من الساعة 8 الصبح عايز روح الساعة 4 ووضيع وقت حسسه ان كل ساعة بيضيفلك فيها انت بتضيفله فيها وين وين لكن احنا ايها مش عارف جال بألفين جنيه تا مفيش بألف متعدش بدل ما تريديوس وتقلل تكاليف انتاجك طب ما تعزم قيمة انتاجك الفقر كبير انت بتقتصد عشان تكسب اكتر طب ما انت انتج اكتر ونمي الناس اللي معاك بس بلاش استغلال للفني الفني لازم يشعر ان هو له قيمة حسسه بامته حسسه بشخصيته حسسه بابداعاته حسسه ان هو مبدع ما فيش واحد ما عندهش ابداع مهما كان ابداعاته صغير فهو رملاية في مبنى مش اقولك بقى طوبة في مبنى رملاية في مبنى بس دي الرسالة اللي قدر اقولها لل النهاردة يعني انا مش لاقي كلام اقوله انا لولا الميكروفونات اللي متشبكة فيها في كل حتة دي انا كنت قمت بص على دماغك على الهواء ببنى اكرمك فخور بمعرفتك فخور انك انت ضيفي فخور بالرسالة انت بتقولها المهندسين المهندسين بسرعة بس مهندس لازم تبقى مهندس ورشاجي لو انت هتبقى مهندس مكتب اقعد في بيتكم المهندس لازم يبقى مهندس ورشاجي اديم شحامة ومزايتة يشتغل بايده هنا بقى معاه العلم وبقى معاه الحرفة اكسيبريانس في الحرفة وبقى معاه العلم هنا تبقى تبدع بقى هنا تبقى دولتنا دولة عظمة فعلا لكن كل واحد مهندس خارج عايز يقعد على مكتبه ويبقى انا اسم الانجينير لا ده مش صح لا انا الحالة اللي فاتت طلعت صورك وانت امطرب مصر كلها دكاترة وعايزة تاخد دكتوراه وماجستير وكده مفيش عيانين فين الشغل بايدك حرف يا جماعة اشتغل بايدك اشتغل بايدك اللي بان فيها دكتور واحد معلش دكتور واحد وتحته كم فني احنا مصر تاكم دكتور وكم فني ايه ده باشكر المهندس جهاد زكريا المهندس العالمي اللي بيشرفني النهاردة وابنقول لجمهور فطفضة كلنا مبدعين كلكم مبدعين وبيكلم الفنيين بيقولوا انت ولو رملايا في مبنى لك ايما انا مش مش لاقي كلام اقوله هو احد كنبلة موقوطة بالنسبة انها طاقة ايجابية انا باخد منه طاقة ايجابية لما بكون مدائي انا بكلمه في التليفون انا شخصيا يعني احنا الحلقة الجاية ان شاء الله لينا الشرف انه هيبقى معانا برضو المهندس جهاد زكريا لما بقول برضو اللي هو عشان احنا محتاجين امل محتاجين طاقة بس الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن ايه باش مهندس انا والقيامة انا والقيامة جملة كبيرة جملة عميقة جملة عظيمة جملة غريبة هنعرفها الحلقة الجاية شكرا لجمهور فطفضة معروبير وشكرا المهندس جهاد زكريا شكرا وتصبحوا لخير شكرا على المفاجأة العمل التالي برضو شكرا شكرا